السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعين من كل مكان رح نتكلم بمجموعة منوعة من الأحداث بشكل سريع ومختصر هذا اليوم رح نتكلم أولا باجتماع المستشار أولاف شولتس مع رؤساء الولايات 16 بألمانيا والموضوع الثاني اللي حنتكلم به هو مشكلة حصلت بمجال الطاقة وبتوليد الكهرباء بألمانيا رح نتكلم عنها بالتفصيل والموضوع الثالث هو مذجر ألدي سوبر ماركت ألدي اللي موجود بكل ألمانيا عمل شيء اليوم سيزعج كل من يشتري من هذا المتجر وعمل زيادة بالأسعار على كل شيء تقريبا وهذا الأمر تتكلم عنه يعني وسائل الإعلام الألمانية ورح نتكلم بالموضوع الأخير اللي هو شيء يحصل الآن سيسبب بارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير جدا بالأشهر القادمة وبالأيام القادمة أصدقائي في هذا اليوم تم تسجيل 294 ألف إصابة بكورونا وهو أعلى رقم بتاريخ ألمانيا منذ بداية الوباء حتى هذا اليوم يعني الإصابات تخطط الربع مليون إصابة يومية وتقترب من 300 ألف وبعد إعلان هذا الرقم من قبل معحد روبرت كوخ حصل اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة وخبرناكم يعني بالأسابيع الماضية السابع عشر من شهر آذار مارس سيحصل اجتماع بين المستشار أولاف شولتس ورؤساء الولايات الستة عشر ليقومون يعني بتحديد الموقف من يوم الحرية اللي من المفرض أن يكون بالعشرين بشهر آذار مارس يعني يوم الأحد القادم الناس تريد إنهاء الإغلاق والناس تريد الحرية فالحكومة يعني انتخبت لأنها كانت يعني تتكلم عن تخفيف الإجراء وعن هذه الأمور وكانت هذه هي الخطة اليوم كانت الخطة تدرس ويعني الولايات الألمانية الستة عشر بعضها تحكمها أحزاب ليست شركة بالإتلاف الحاكم اللي هو الأمبل كوالتسيون الخضر والأف دي بي والأس بي دي هناك أحزاب أخرى مثل حزب السيدة ميركل وأحزاب أخرى يعني لها رأي آخر وهو التريث بإنهاء الإغلاق كون الإصابات الآن مرتفعة وقرار يعني انهاء الإغلاق وشبه قرار محسوم وهذا الأمور يعني خلق بعض الصعوبة باجتماع هذا اليوم أولاف شولتس دافع عن تخفيف الإجراءات وقال الآن الإصابات بكورونا أصبحت صح كثيرة ولكنها يعني غير خطيرة على الحياة ولا يوجد ضغط بالمشافي لذلك حان وقته التخفيف وسيتم الغاء قاعدة زفايق غيقل بالمحلات يعني حتى الغير ملقح بإمكان الذهاب إلى المحلات وسائل النقل أيضا يعني بكلها سوف يتم الغاء هذه القاعدة وبشكل عام تخفيف بالقيود بشكل كبير جدا المطاعم والفنادق يعني قبل كان لا يدخل أحد إلى المطاعم ولذا كان يعني عامل ماخذ لقاح أو متعافي من كورونا يعني زفايقية الآن سوف يكون يعني الدخول للجميع والفنادق بالإمكان البقاء بها شرط يعني عمل فحص كورونا وفقط سيتم الابقاء على الكمامة بالأماكن المغلقة والعامة ووسائل النقل ستنقل مسودة الإجراءات الجديدة إلى مجلس خبراء كورونا يوم غدا وبعدها إلى البندس غات من أجل الموافقة عليه وإن حصل على موافقة يعني الإجراءات الجديدة سوف تدخل حيز التنفيذ بجداء من يوم الأحد القادم أو رفضت سوف يعني يكون لك إمكانية عمل طعن لكي يعني يتم القبول بها أم لا الموضوع الثاني أصدقائي في ألمانيا مصادر توليد الطاقة الكهربائية عديدة وهي مثلا الفحم الحجري والطاقة النووية وبعض مصادر الطاقة مثل يعني الغاز الرياح والخلايا الضوئية والكهرومائية طبعا الطاقة النووية نادرة جدا بألمانيا وهذا العام تم إسيرات جزء من فرنسا عام 2021 العام اللي يعني أتونا به يعني أتت أحزاب تدافع عن البيئة مثل حزب الخضر وصارت جزء من الحكومة هذه الأحزاب تدعو إلى الطاقة النظيفة انخفضت نسبة الطاقة النظيفة بعام 2021 بمقدار 8% والانخفاض هو الانخفاض الثاني بعام 2020 أيضا انخفضت نسبة طاقة النظيفة بالمقارنة بـ 2019 كان زمن السيدة ميركل ولم يكن حزب الخضر شارك بالحكومة كانت الطاقة النظيفة مرتفعة وارتفعت نسبة انتاج الطاقة الكهربائية من الفحم الحجري وطاقة النووية بنسبة 12% ويعني شكل النووي والفحم ما يعادل 57% من نسبة الطاقة بألمانيا سيتسأل البعض لماذا انخفضت الطاقة النظيفة ونحن يحكمن حزب الخضر والحكومة يعني تريد حماية البيئة هل يعقل الامر مع العلم الرياح متوفرة ويعني بالكاد بالاسبوع الماضي يلا الرياح أصبحت ضعيفة أصدقائي طاقة الرياح هي أساسية بالطاقة النظيفة لا تنفعها الرياح القوية فيكون مفعولها عكسي وتنخفض يعني توليد الطاقة من الرياح القوية إذن يعني طاقة الرياح مراوح الرياح اللي شافينها توربينات الرياح تحتاج إلى رياح معتدلة والآن يعني الطقس مفضرب والرياح تكون عالية بأيام كثيرة بين العام أما بالنسبة لطاقة الشمس بألمانيا فمن الطبيعية تكون ضعيفة ففي عام 2021 حتى بالصيف كنا ننتظر الشمس كي نخرج أولادنا للتنزه ولكن الشمس يعني غدرت بنا لأشهر طويلة حتى بشهر سبعة وبشهر ثمانية الفحم الحجري مدمر البيئة الأول مثل ما يسمي حماة البيئة كان نصيبة من الطاقة ثلاثين بالمئة بينما بعام 2020 اللي كان يعني يعني أيضا كان نصيبة عالي كان 24 بالمئة لأنه أصدقائي عندما يعني تنخفض الطاقة النظيفة يجب التعويض والتعويض يكون بالفحم الحجري وإن لم يحصل هناك تعويض فقد يعني يحصل انقطاع بالتيار الكهربائي وهنا القش الذي قسم الظهر البعير الحكومة الألمانية تريد الاستغناء عن الفحم الحجري بحلول 2030 ولكن يعني الذي يحصل هو أنه كل عام ينخفض الاعتماد على الطاقة النظيفة وهذا هو تحدي كبير بحد ذات قد يجلب الظلام لو يعني تعنت السياسين بهذا الهدف اللي هو عام 2030 الذي لم يبقى الكثير كي نصل إليه الموضوع الآخر أصدقائي اللي هو حسب ما نقلته الصحافة الألمانية فإن متجر ألدي بفرعيه ألدي زود وألدي نود قام بخطوة تزعج كل الناس الذين يشترون منه وهي زيادة الأسعار كلها وقام بزيادة الأسعار هذا اليوم ويقول موقع بلد وصحيفة ليبنس ميتلد سايتونغ أن الأشياء التي تعتبر أساسية وسعرها موحد بكل أنواع السوبر ماركت مثلا المياه يعني هناك نوع رخيص من المياه سعر اللتر 19 سنت أصبح الآن سعرها 25 سنت حسب ما ينقله يعني بلد الإخباري وليبنس ميتلد سايتونغ صراحة أنا لا أتسوق من متجر ألدي أتسوق من إيديكا ومن ليدل القهوة حسب ما تقول يعني الصحافة الألمانية ازدادت أسعارها كلها بمقدار تقريبا 1 يورو لو نجمعها كل الأنواع بعضها أكثر من 1 يورو بعضها يعني بهذا الحدود وأيضا تم رفع سعر المخبوزات مثل الكرواسان والخبز والتوس والأنواع الأخرى ومواد لدغوغغي والمنظفات والوجبات الخفيفة والمنتجات المجمدة وتقول المواقع الإخبارية يعني مواقع الصحافة الألمانية أن أسباب الغلاء وأسباب رفع الأسعار اللي عملها قلدي هذا اليوم وغدر بزبائنه هي كورونا سبب الأول تداعيات كورونا الاقتصادية اللي سبب التضخم وشحة بالمواد الأولية والسبب الثاني اللي هو السبب اللي كان يعني مفاجأة 2022 هو حرب روسيا على أوكرانيا وأزمة زيت القلي التي يعني تؤثر على كل الأغذية والمخبوزات وبنفس الوقت أوكرانيا كما قلنا لكم تعتبر دولة مصدرة للمواد الكيميائية رقم واحد لألمانيا كونها غنية بالمعادن والمواد الكيميائية ويعني مواد التنظيف التي تباع بالمحلات التي تباع بالسوبرماركت يعني جزء أساسي من مكوناتها هي كيميائيات يتم استيرادها من أوكرانيا الآن الاستيراد منقطع بنسبة 100% من أوكرانيا بسبب الحرب ومشكلة انقطاع زيت الطبخ أصدقائي يعني والطحين قد تكون يعني أحد أكبر مشاكلنا يعني بالسنين الأخيرة هي التي تحصل الآن ويعني ليس فقط زيت القلي اللي هو زيت زونبلومن أول أو زيت يعني دوار الشمس بل حتى زيت الزيتون الآن يعني به ندرة بألمانيا وزيت الغصب أول ويعني هذه المشكلة هي يعني شبها الغموه في كون أوكرانيا بلد القمح أي بلد الطحين والخبز وبلد الزيوت يعني لم تقم بتهيئة الأراضي الزراعية بهذا الموسم بفصل الربيع يتم حرث الأراضي كي تزرع يعني بنهاية الربيع وبداية الصيف لم تهيئ الأراضي للزراعة فما الذي سوف تواجه يعني العالم أو البشرية عندما يحين موعد يعني الحصاد الافتراضي الذي لم يزرع شيء الآن بأوكرانيا فقد يكون الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام يعني صعب جدا لا نريد أن نستبق الأمور لا نريد أن نكون متشاعمين ولكن يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر أوكرانيا وروسيا يزودون العالم بأغلب احتياجاته من القمح والآن يعني هناك حروب وهناك يعني جزء من الضبابية بخصوص مستقبل هذه الأمور أصدقائي نتكلم الآن بالموضوع الأخير القناة الألمانية الأولى تتكلم عن مشكلة تواجه قطاع صناعة السيارات بألمانيا اللي هو تتميز بألمانيا سيارة البيعن في والفوكسفاغن سيارة الشعب والمغتسيدس اللي هي يعني مشهورة بالعالم كله صناعة السيارات تعاني من مشكلة بألمانيا وهي نقص المواد الأولية وهذه المشكلة جعلت صناعة السيارات تتباطئ بشكل كبير جداً وليس فقط تتباطئ بل أن السيارات يرتفع سعرها بسبب قلة الإنتاج لأسباب أخرى سنذكرها بسياق هذا الفيديو ومن اشتراء السيارة بالعام الماضي وبعام 2020 فالآن ثمن السيارات نتكلم عن الحديثة طبعاً يعني الزاد بمقدار 13% والمشكلة هي أن السيارات تحتاج إلى معدني نيكل والليثيوم ومعادن أخرى مثل البلادينيوم والبلاتينيوم وهذه المعادن أغلبها تأتي من روسيا وأوكرانيا أيضاً رجعنا إلى نفس الدائرة وهي أوكرانيا بمجرد تحريك فلادوميا بوتين للجيش الروسي باتجاه أوكرانيا تخيلوا ما الذي حصل بالبورصات ما الذي حصل بسوق يعني المعادن فقط تحريك الجيش الروسي تجاه حدود أوكرانيا الغنية بالنيكل وروسي أيضاً غنية بالنيكل هذا الأمور بعمل 2021 بدون أن ندري نحن ناس عاديين نحن مستهلكين ولا نعمل بيعني معامل صناعة السيارات ولا بالبورصة ارتفع سعر النيكل اللي يعني يعتبر أساسي بصناعة السيارات بمقدار 100% عن عام 2020 تخيلوا فقط تحريك قطاعات الجيش سبب هذا الاضطراب بصناعة السيارات معهد ايفاو الألماني الاقتصادي من كولن يقول بتقرير نشر هذا اليوم إذا استمرت الحرب الروسية على أوكرانيا فقد تتلاشى صناعة السيارات بألمانيا ويعني ربما بعدد كبير من دول العالم والخبراء الاقتصاديين بـ CMC يعني CMC ماركت العالم يقولون إن العقوبات على روسيا ومنعها من تصدير المعادن مثل النيكل ستؤثر على كل صناعة السيارات ليس فقط بألمانيا بل بدول العالم أجمع وسيهبط بشكل كبير هامش ربح شركات صناعة السيارات وسوف يصبح سعر السيارات أعلى وكلفة تصنيعها تكون أيضا أعلى وسوف يدفع المستهلك الثمن بنهاية المطاف ولو تنظرون للأمور أصدقائي فالكلام فعلا صحيح ويعني كل السيارات الآن مرتفع سعرها وكورونا عمل ثقل آخر على صناعة السيارات بسبب الأغلاق لجأ الكثير من البشر إلى الهوم أوفيس اللي هو يعني العمل من المنزل وأشتروا أجهزة كومبيوتر يعني بمنزلي يوجد أربع أجهزة لابتوبات وجهاز PC وثلاثة شاشات هذه أحدهم هذا الأمر جعل شركات صناعة التكنولوجيا تصنع كثير وتحتاج إلى الرقائق اللي هي تشيب اللي هي الرقائق الألكترونية والأمر أدى بنهاية المطاف إلى أزمة بسوق الرقائق الألكترونية والأخيرة تدخل بصناعة السيارات بشكل مهم جدا جدا وهذه الأمور يعني زادت من الطين بل بهذا الفيديو بهذا الخبر وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفاديتوا اللي يحب يشوف فيديوهاتي أولا بأول لا تنسى تحط لايك للفيديو وتفعل الجرس كي تصلك كل إشعارات القناة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر